لا خلي الناس عليك وزر اللي بيقولوا الناس في مسألة الجواز ان الشخص كده لو انه قال لحد انا والله مش قادر اتطبط بيك وهو اتعلق بيه من غير ما يكون هو عمل اي حاجة بس هو حبه وسابه ويبقى هو علي وزر لا طبعا المسألة مش كده المسألة ان الجواز بيكون بالتراضي وبيكون برحلة طويلة فلذلك انت ليس عليك وزر بانك انت بالعكس انت يحمد لك هذا الحياء ويحمد لك هذا الوعي ده وعي وعي ان الكلام لما طول وهو ده ده اللي احنا بنعتمد عليه بنعتمد عليك وزر كبير جدا جدا من وعي الناس وفاهمهم للضابط والقواعد فلا انت ليس عليك اسم بالعكس يحمد لك وياريت نبقى عندنا الوعيدات لما الكلام بيطول ويدخل في مناحي هي مش مناسبة جدا للتعرف الاولي اللي هو ما قبل الخطبة لان احنا لسا نروح للخطبة اللي هي في التعامل مباشر بالعكس انت ليس عليك اسم بس انا اخشى بس ان يكون عندنا سنة وسوسة نخلي بنا ونبلاش الجلد للذات صحيح وكمان تنتبه ليه وضعته من بيانات شخصية على التطبيق احنا دائما نقول للناس البيانات هي البيانات الطبيعية اللي ممكن اي واحد يحطها على صفحته هي نفس البيانات اللي بيحطها في التطبيق ده ما يكسرش في البيانات دي لان اي بيانات احنا ما نعرفش البيانات دي ممكن تستغل باني طريقة